كخلاصة لما تفضل به وزير المالية طيب لكن حبيت نكمل النقطة تعالي اللي كنت نعاقب بها على السيد الوزير قلت يعني المجالية طول باش نشرحه وشن هو البديل هذا تأسكوك الإسلامية باختصار باختصار لكن غد وان شاء الله غدا كين ملتقى دولي طبعا لستموا أهل باش نعلن على الملتقى ولا على الصحافة ولا على دعوة الوزير لكن أنا شفت البرنامج بأن الوزير راح مدعو باش يلقي كلمة الافتتاحية وراح يكون حول المنتجات المالية الإسلامية اللي هي السوكوك وبالتالي لما يجي الوزير ومذبية يشوفه ويقتنع مع جمعة لكوصوب فيلاخره فيطرح البديل هذا مع جمعة لكوصوب كما قلنا والسلطات المعنية ما نقولهش يا سيدي نحي هذا القرد السندي لا قلوا خليهم في زوج خليهم مباراليد وخلي تشوف الإقبال الشديد للشعب الجزائري لما يكون مطمئن على الاستثمار الأموال التيعوا من الناحية الشرعية طيب وكتعقيب خلاصة كما تفضلتي ولا كما طلبتي قال السيد الوزير بأن الاستدانة ليست مشكلة في حد ذاتها سواء كانت الاستدانة الداخلية والاستدانة الخارجية طبعا الاستدانة الداخلية هي أهون الاستدانة الخارجية في كثير من الأحيان تكون بشروط قاسية وتمس بسيادة الوطنية ولكن قال المشكلة في كيفية استخدام الأموال المتأتية من الاستدانة ونحن السؤال نطرحه من السيد الوزير بالنسبة للحالة الجزائرية من يضمن لنا أن يكون هناك استخدام أمثل للأموال في الحالة الجزائرية لما تكون الأموال لا قدر الله لجأنا إلى الاستدانة الخارجية هذا هو السؤال المطرح نعم فربما أيضا ركز على نقطة مهمة وهي مسألة المدخرات سواء المدخرات المواطنين هنا داخل البلاد وحتى مدخرات الجزائريين في الخارج طبعا كان حجم كبير وحجم هائل من المدخرات سواء بالنسبة للمدخرات الجزائرية أو للمدخرات من خارج الوطن ولكن كما قلنا لا يمكن الحديث عن جلب هذا الادخار بدون القضاء هذه العويق التي تكلمنا عليها طبعا العويق التنظيمية العويق التقنية إلى آخر كلها مقدور عليها لكن يبقى العايق الأكبر هو كما قلت العايق العائدة أو العايق الشرعي لما المواطن الجزائري يكون ضامن أن الأموال تستطمر بطريقة شرعية وتكون متوجهة فعلا لأنه كان ضعيف ولكن يكون مطمئن على السلامة الشرعية لهذا المردود أنا نضمن لك بأن المدخرات ستجي وحدها حتى ولو لم يكن هناك دعاية وإعلان كبير سواء بالنسبة للمدخرات الداخلية والمدخرات الخارجية والمدخرات الخارجية قلت بأن المشكلة الأول والآخر هو القضاء على السوق الموازية حبيت لك أن اسمحت لي فقط أن نضيف كلمة أخيرة فيما يتعلق بالقضية التي تكلمنا عليها في البداية الشراكة كنت سأعود إليها كل حال قضية التنويع الاغتصاد صحيح أشار إليها زميلي الأستاذ عبدالقادر سماري مهم جدا أنه لا يكون الاستثمارات متركزة مع دولة واحدة التي هي فرنسا حسب ما نشوفهم الاتفاقية هذه تنويع الشراكة ما بين الجزائر ودول أخرى والدول الأجنبية أكيد لو نتحدث ربما من ناحية ماذا حققت هذه الشراكة للجزائر خليني نرجع الساعة إلى تقييمي الشراكة مع فرنسا وسياسة التنويع قلنا بأنه رغم أنه في كلامنا قلنا أن نرجع المزيد في هذه الشراكة ونكون الطرف الأقوى لكن المشكلة أنه العايق الكبير لأمام التنويع طبعا نرجع أن يكون هناك التنويع مع دول كثيرة في العالم وما تكون الاستثمارات مركزة مع دولة واحدة لكن القضية نتعى التنويع نشوف العايق الكبير هو قاعدة الاستثمار نتعى 49.51% إذا كان قلنا ونعاودها إذا كان فرنسا قبلت بها على مضض فهي حفاظا على نفوذها وحفاظا على السوق الجزائرية لأنه تشوفها من زمن طويل بأنها مستعمرة قديمة ومنطقة نفوذ إلى آخر لكن هناك دول تنوي الاستثمار في الجزائر ونحن كمواطنين جزائرين وكخبراء ماذا بنا ندير معها الحكومة الجزائرية ندير معها شراكات لكن العايق يبقى هذا هو العايق الأول أمام التنويع الاقتصاد هو القاعدة هذه 49.51% صحيح نحن قلنا مرارا بأن هذه القاعدة يمكن أن نحتفظ بها في قطاعات استراتيجية سوناتراك سونالغاز الخطوط الجوية الجزائرية إلى آخر كل هذه الأمور يعني القطاعات العفوان الشركات الاستراتيجية أو القطاعات الاستراتيجية ممكن نستنها لكن بالنسبة للقطاعات الأخرى سمحي لي بالنسبة للقطاعات الأخرى ما هو المانع ما هو المانع نحن نعلم يعني نحن زرنا دول كثيرة في العالم ونعرف ليكون في علم كين دول أخرى في العالم جعلت النسبة هذه أكبر من 51% لكن هذه الدول ليست في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي كما نحن في حاجة إليه نعم ربما في فيما يخص ربما هذه النقطة في شراكة بالحديث عن التنوية شراكة في ربما الخبراء يرون بأن الفرنسا هي المستفيد الأول من هذه الشراكة بالشغرات الحالية نعم ولكن الجزائر يقول لك ماذا حققت هذه الشراكة للجزائر حتى في شراكات أنه ربما يقول لك الجزائر لم تستفد مثلا من ناحية الخبرة التكنولوجية طبعا لم نستفد كثيرا من هذه الخبرة ومن هذه الشراكة لحد الآن لا من حيث نقل التكنولوجيا ولا من حيث رفع نسبة الإدماج لطو دانتيجراسيون كما لشكل عايق في قضية مصنع بيجو إلى آخر فإحنا لما نرحب بالاستثمار الأجنبي لازم يكون عندنا من وراء هدف وهم شيء هو نقل التكنولوجيا توفير ليد العام إلى آخر لكن نشوف لما الجزائر تعيد النظرة في هذه القاعدة كما قلت 51-49% يمكن أن نعالج القضايا الأخرى ونفرض شروطنا المجيني المستثمر الأجنبي نفرض شروطنا فيما يتعلق بكيفية الاستفادة قدر الإمكان أو أقصى حد ممكن من الاستثمار الأجنبي لكن صراحة كما قلنا الشاركة مع الفرنسا لحد الآن حسب تقييمي الخاص أنه لم تؤدي كثير من الأهداف لو كان المجال التسعر نقول وما هي الأهداف المأمولة ولماذا لم تحقق الغرض المطلوب لحد الآن نستمع لكلمة وزير المانية خلال هذه الندوة الصحفية التي خصصها لشرح عملية القرض السندي إذن أستاذ ناصر في ربما خلاصة أكيد نواصل على هذا ربما الندوة لعملية القرض السندي كخلاصة باختصار فقط نفضلك نتمنى أن تعيد السلطات النظر في هذه القضية التي أشرنا إليها مرارا ليست القضية أقول وأكد ليست القضية في قضية العايد حتى نقول بأنه مرتفع لكن الشعب الجزائري مع الأسف دائما يعني لا أقول مع الأسف لكن الشعب الجزائري يريد الاستثمار الطرق الشرعية ولكن مع الأسف هذا هو الشيء الذي نقصده أن السلطات لا تعير هذا الجانب وبالتالي لا نريد أن تضيع وقت يعني أكثر يعني فيما يخص نحن في حاجة إلى استغلال الوقت واستغلال كل سنطيم واستغلال كل المدخرات سواء من داخل الوطن ومن خارج الوطن وتساهم في التنمية الاقتصادية لكن ما لم نرعي هذا الجانب يعني على كل حال هذا رأيي خاص لا أتوقع نجاح كبير لهذا القرض المستندي وهذا ليس تشاؤ مني لكن صدقني أنا أعرف طبيعة الشعب الجزائري من خلال يعني المطامرات من خلال التواصل الاجتماعي من كذا إلى آخر لكن أتمنى أن السلطات تعيد النظر إن شاء الله في تركيبة هذا العيد طبيعة العيد وليس في قضية رفع العيد شكرا سؤال آخر حتى أختم أيضا الذي خصصناه قبل قليل الساعة الإخبارية كيف يمكن للجزائر الاستفادة من شركاتها وكررت عدة مرات الجزائر يمكن أن تستفيد من شركات مع دول عديدة وتنوع من دول عديدة ومن شركة عديدين لا بد من إعادة النظر في قاعة الاستثمار التي تجاوزها الزمن هذه تعالي القاعدة تحت 49% و50% وما تصلوا حناجحنا في الجزائر صراحة هذا هو رأي الخاص هذا موقفكم ونتمنى أن يتم إعادة النظر في الوضع الاقتصادي وليس في القاعدة لأن القاعدة شيء خارج عن نطاقنا يعني طبعا المسؤولين رامي سمعوا فينا شكرا جزيلا لكم أستاذ سليمان ناصر أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة ورقلة شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات